والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار إليك مصطفى شكراً محمد عبد وشكراً هيب حسين أهلاً بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة وأهم فيها بعض الخامل استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً حول مؤشرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022 وأظهر التقرير ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي لتسجل ثمانية وتسعة من عشر مليار دولار لمعدل نمو وصل لواحد وسبعين وأربعة من عشر في المئة مقارنة بالعام المالي السابق عليه أوضح تقريره أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات وذلك بفعل التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية والذي شهد ارتفاعاً بنحو خمسة واثنين عشر مليار دولار أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ الكرار بمجلس الوزراء زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة تسعة وعشرين واحد من عشر في المئة مسجلة نحو ستة وعشرين مليار دولار في العام المالي 2021-2022 أرجع المركز الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية إلى ارتفاع صادرات السلع تامت الصنع كالأسمدة الفوسفاتية والمعدنية والملابس الجاهزة والأدوية والأجهزة الكهربائية المنزلية كما تأثرت تلك الزيادة بارتفاع صادرات السلع النصف المصنعة مثل المركبات غير العضوية والعضوية استقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دميات سفير دولة سيرليون صادق سيلة لبحث وإيجاد فرص تصدير الأثاث إلى دولة سيرليون أكدت الغرفة التجارية أهمية فتح أفاق التعاون المشترك في مجال الأثاث لإيجاد وسائل للتصدير بين الدولتين من جهته أكد سفير صادق سيلة أنه سيتم الاتفاق على إجراءات التعاقد في عدد من المجالات ومن بينها صناعة الأثاث والصيد أشهد سفير بدور مصر الرائد والبارس بالقارة الإفريقية النوع ده من الزيارات مهم جدا جدا لأنه بيفتح أفاق للمصنعين والتجار خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأساس القطاع عندنا محتاج أنه يتسوق لمنتجاته بشكل أفضل محتاج أنه يتفتح أفاق جديدة يتفتح أسواق جديدة وده اللي احنا بنحاول أن احنا كشعبة وكغرفة نساعد فيه نقشنا في أن احنا هنعمل إن شاء الله زيارة بوافد من رأسة شعبة الأساس وبعض التجار من محافظة دميات يزوروا السفارة ويلتقوا بالسفير والسفير يوصلهم برجال الأعمال والمهتمين باستراد الأساس من دورة سريليون بحيث أنه نعمل تواصل معهم ونعمل تعاقدات نحن نحاول ندعم الصناعة وندعم التصدير الأساس وندعم دخول العملة الصعبة للبلد إن شاء الله هم فعلا محتاجين فتح أفاق بيننا وبينهم في مجال الأساس فدي دعوها للمصنعين كلهم مصنعين صغار أو كبار أو طجار أنهم هيتقدموا بالفرصة دي طبعا إحنا بنشكر الغرفة التجارية على الدعم للصناعة عموما في جميع المجالات وقطاع الأساس قهاص يعني طبعا إحنا النهاردة تشرفنا بزيارة سيادة السفير طبعا عشان نفتح أفاق جديدة وشغل جديد لنا أنا كمصنع وكمصنعين عموما وإن شاء الله يكون في خطوة الفترة اللي جاية إلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات كافة مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين ارتفع رأس المال السوقي بنحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.3 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9,940 نقطة ليرتفع بنسبة 8 من 100% ويغلق عند مستوى 9,948 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2,184 نقطة مرتفعا هو الآخر بنسبة 4 من 10% أما عند مستوى ووصل فيها إلى 2,185 نقطة كذلك فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3,112 نقطة يرتفع بنسبة 5 من 10% ويغلق عند مستوى 3,123 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسهار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيه و61 كرشا للشراء و19 جنيه و68 كرشا للبيع بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه وكرشا للشراء و19 جنيه و10 كروش للبيع وبالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 21 جنيه و66 كرشا للشراء و21 جنيه و75 كرشا للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجلت درهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خمسة جنيهات وثلاثة وثلاثين كرشا للشراء وخمسة جنيهات وستة وثلاثين كرشا للبيع وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى خمسة جنيهات وواحد وعشرين كرشا للشراء وخمسة جنيهات وثلاثة وعشرين كرشا للبيع من أسواق العملات إلى أسواق المعادة النفيسة وفيه تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1686.5 دولاراً للأوقية أما محلياً فسجل ذهب عيار 18 ما قيمته 930 جنيه وسجل ذهب عيار 21 ما قيمته 1085 جنيه وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته لـ 1240 جنيه وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8680 جنيه تراجع الروبل الروسي بنسبة 1.1% إلى مستوى 62 روبل مقابل الدولار وذلك للمرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع ومقابل اليورو تراجعت العملة الروسية بنسبة 9.10% ليتم تداولها عند 60.42% إنما هبطت بنسبة 1.2% مقابل اليورو لتصل إلى 8.60% للروبل الواحد انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال مشاهدي الكرم لك أنت تسعة ما زالت مستمرة مع محمد عبدو وهذا حسين شكرا لكا مستفا